اشتركوا في القناة اضاف الصالح ان مملكة البحرين دولة ذات سيادة وتتخذ قراراتها بناء على ثوابتها الوطنية والعربية ومصالحها الامنية العليا مشددا في الوقت ذاته على التزام المملكة بمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية ودعمها لجهود جميع الشركاء العرب في السعي للتوصل الى حل سلمي يحمي مصالح الشعب الفلسطيني الشقيق واكد ان مملكة البحرين ملتزمة كذلك بنهجها المتواصل والداعم لجهود تمكين الشعب الفلسطيني من النهوض بقدراته وتعزيز موارده لتحقيق تطلعاته المشروع كغيره من شعوب العالم لافتا الى استمرار المملكة في نهجها الراسخ بتقديم كل الجهود اللازمة لنشر ثقافة السلام والاستقرار ودعمها الكبير للتعايش السلمي واحترام الحقوق والحريات ونبذ العنف في العالم مشيرا الى ان خطوة اعلان تأييد السلام مع اسرائيل تعتبر احدى تلك الجهود الكبيرة والمشهودة للبحرين واكدا ايمان المملكة التام بان هذه الخطوة الهامة سوف تفضي الى سلام شامل يضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق ودعا رئيس مجلس الشورى الجميع الى دعم جهود مملكة البحرين في عملية السلام في المنطقة والابتعاد عن كل ما من شأنه ان يقوض تلك الجهود